خليه بس في البداية أكلمك على ماتش الإسماعيلي وماتش فيتا الأخرانيين شفتهم إزاي؟ ماتش كنت بقول في بداية الحلقة ماتش عملنا فيه كل حاجة في الكورة لكن يعني ربنا ما كرمناش في النتيجة طلعنا 2-2 رغم أننا نستحق نكسب بسكور كبير جدا والماتش الثاني ما قدمناش أداء يعني بتاع الأهلي ما قدمناش الأداء المقنع لكن قدرت تحسن من بوراة بنتيجة 2-0 شايف المفارقة دي إزاي؟ والله أبتدي مع حضرتك من الماتش بتاع فيتا يعني سوء حظ يعني عدم توفيق ما كانش محلفنا ولكن لو هنتكلم على العموم إحنا كنا ممكن نطلع 4-5-0 على أقل ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعلا نقدر نعوض إن شاء الله يوم الثلاث بإذن الله وإحنا واسكين في اللعبة واسكين في الإدارة إن شاء الله وجاز الفني فإن شاء الله نقدر بإذن الله نكسب ونرجع إن شاء الله بنتصر من هناك المبارات الإسماعيلي يعني ده طبيعي للنادي الأهلي الحمد لله اللي هو كان مركز إزاي يطلع اللي هو كسبان من المباراة فكان أكيد ده مستر مستمواني كان موصل لللعبة إحنا عايزين بقى أقل مجهود نكسب مش عايزين اللي إحنا عشان عندنا مهمة تانية صعبة أوي وخصوصا أنت لما بتسافر يا أستاذ أحمد أفريقيا بيبقى فيه معاناة كبيرة أوي برها محدش بيبقى حاسس بها وراء الكواليس درجة الحرارة الفنادق اللي بتقعد فيها الضغط النفس اللي اللعبة بتبقى فيه فالموضوع بيبقى صعب مزايما الناس متخيلة فأنا شايف اللعبة بجد قد ترخرها اللعبة أنا قلت أكتر من مرة طلعت في كذا برنامج يعني مش عشان أنا في قناة النادي الأهلي لأ طلعت أكتر من مرة قلت لا اللعبة حرام يعني بجد إحنا بشر اللعبة عندها طاقة رهيبة ولكن يعني غصبا عنهم إنت بتلحم أستاذ أحمد موسم في موسم في أفريقيا في كاس مصر في الدور العام فالموضوع بيبقى صعب أوي فقد ترخرهم يعني إحنا مش هنقصوا عليهم أكتر من كده فأكيد إحنا مستنين فترة قريبة إن شاء الله اللي يحصل فيها توقف نقدر نريح اللعبة الأساسية بتاعتنا القوام الأساسي بحيث إحنا نقدر إن شاء الله ننافذ إن شاء الله في الأدوار اللي هي النهائية في أفريقيا بإذن الله إذا أنت عندك الدوليين كمان راحين مع أسخة المنتخب آخر الشهر ما إحنا يعني ياخدوا نفسهم حتى أول موضوع صعب أوي بصراحة يعني بيجي على اللعيب الكرة وقت بيحس إنه هو مستنزف يعني مستهلك ما عندوش طاقة ما عندوش دافع يطلع إزاي من الحالة دي كابتن عفوت يطلع بقى بالحالة اللي إحنا أصلحنا مش هينفع ناخد توقف خالص يعني النادي الأهلي هو السيمة بتاعته يعني انت عارف وقولك أنه وإحنا من نلعب مثلا أي كرة يقولك اللعيب ده جعان كرة صح فاهم قصدي ينزل بيبقى هو نزل الملعب في قمة ساعته وعايز ياخد الكرة ويلعب بيها لوحده يعني مش عايز عايز وعايز صلع كل عنده صح مع الوقت لما بيبقى فيه بطولات كتير ومشاركات كتير مش عايز أقول حماس بيقلي لأنه طول عمر الأهلي معروف بالروح يعني أنت وإنت لابس تشرت النادي الأهلي بتطلع أكتر من اللي عندك صح لكن في النهاية برضو طاقتك بتستنزف مجهودك بدنيا عصبيا نفسيا إزاي ترجع بقى وإزاي تشحن البطاريات زي بيقولوا مرة تانية لو إحنا نتكلم على النادي الأهلي لازم أن اللعبة مش هينفع نريح ده رقم واحد لأن إنت بتشارك في بطولات الدوري الكاس السوبر أفريقيا فأنت مطالب المنتخب عندك اللعبة الأساسية هتروح المنتخب فعلينا اللي إحنا نقدر إن شاء الله نشتغل على الموضوع اللي استشفى إن شاء الله اللي هم اللعبة بتاعتنا الأساسية القوام الأساسي على الأقل فيه تمرينات ما يشاركش فيها يستسنيهم مستر ميسوماني يركز في الموضوع اللي استشفى معاهم بحيث اللي إحنا نقدر نستعيد القوة اللي هي 100% لكل لاعب منهم لإن إحنا بشر غصبا عننا ألحم موسم في موسم ضغط نفسي ضغط عصبي مطالب اللي أنا رقم واحد في أفريقيا مطالب اللي أنا أخد أي بطولة بنافس فيها فده الواحده أصلا الضغط العصبي يا أستاذ أحمد طبعا بيأثر آه بيأثر عليها بشكل كبير جدا وخصوصا أني أنا هترجع من مباراة فيتا عندك لسه مباراة تانية في الدورة بعد كده أفريقيا بعد كده عندك الكاز بعد كده عندك منتخب بعد كده فالموضوع بيبقى صعب فأكيد إن شاء الله اللي إحنا عايزين ناخد الخطوة الجاية دية اللي هي اللعبة بإذن الله ترجع بانتصار إيجابي إن شاء الله إن شاء الله تفرق معنا كتير قوي آه طبعا يعني هتفرق تفرق معك كتير قوي إنك إنت ترجع برضو يعني ممكن تتكلم على الحسابات المطش اللي جاي ده بستة نقاط تمام ثلاثة بتوعك إن شاء الله لو كسبتهم بإذن الله وبتحرم المنافس المباشر أنت عندك سينبا فرق عنك دلوقتي بستة نقاط صح حتى لو كسبت المطش اللي جاي هتبقى وهو كسب المطش بتاعه يبقى فرق بينك وبينه ثلاثة نقاط فسينبا واخد حظ كبير أو نصيب كبير من فرصة في التأهل بالبطاعة الأولى وبالتالي المنافسة المباشرة أهلي وفيتا صح فلو كسبت إنت إنت خدت ثلاثة بونتقربوك وبعدوا المنافس المباشر بالنسبة لك عن فرص التأهل صح أستاذ أحمد إحنا لو هنتكلم حسابيا ما فيش خوف على النادي الأهلي ده رقم واحد ولكن إحنا عشان مطالبين اللي إحنا رقم واحد في أفريقيا زي ما قلت لحضرتك مطالبين اللي إحنا نكسب يعني إحنا لقدر الله لو حصل عكس كده إن شاء الله نطلع بنتيجة إيجابية هناك لو تعادلنا ما فيش مشكلة برضو لسه عندنا مطشين إن شاء الله نقدر فيهم اللي إحنا بإذن الله ناخد ستة بونت وإنت عندنا أربعة بونت واتاخد بونت من هناك أنا بقولك فأسوأ الظروف يعني لقدر الله فلأ الموضوع حتى لقدر الله لو سنة تاني ما فيش مشكلة ما الموقف النسخة النسخة التاسعة النجمة التاسعة اللي حققها نادي الأهلي موقفنا برضو في دوري المجموعات كنتم استني لغاية آخر آخر لحظة عشان تتاهل فما فيش خوف في الحتة دي ودايما النادي الأهلي أحلى حاجة في النادي الأهلي والفرقة بتاعت النادي الأهلي اللي هم بيركزوا مع كل مباراة مش بيركزوا اللي إحنا لا إحنا في المجموعة لازم نطلع الأول لا أم بياخدوا كل مباراة لوحدها فده اللي عجبني في النادي الأهلي بصرح